طيب النهاردة كان في اجتماع مهم جداً ما بين لجنة التخطيط ومرسيل كولر وبينهما رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المشرف على الكرة قطاع الكرة الكابتن محمود الخطيب الاجتماع يتكلم في اللي هيمشوا في اللي هيجوا مين بدأ لهم اللي معرفنش نجيبهم لغاية دلوقتي في أفكار المدير الفني في السفقات غير المكتملة حتى الآن في المراكز اللي محتاجة ضرورة الإصراع في تنفيذ الصفقات فيها فتعالوا نشوف مع بعض ماذا دار في اجتماع اليوم فيما يخص شكل الأهلي في الموسم اللي جاي يلا بينا بداية تم التأكيد على استمرار خالد بيبو في المناقشات مع كولر حول بعض الأمور الإدارية وأن تقييم مدير الكرة وبقية الجهاز الفني تتم من خلال انتهاء الموسم بالكامل أكيد مش هسيبك كده وامشي أنا أشرح لك القصة دي لأنه كولر كان النهاردة هو قاعد في الاجتماع بيتكلم في بعض الملاحظات الإدارية داخل فريق الكرة فاستشفى المسؤولون في النادي الأهلي أنه الراجل بيشتكي من المهام اللي بيقوم بيها الكابتن خالد بيبو فكان الرد القاطع أنه التقييم بالنسبة لنا ما بيكونش إلا بعد نهاية الموسم وأنه أحيانا بيحتاج المسؤول إلى بعض الخبرات اللي بيكتسبها وبالتالي بندي فرصة للموسم كاملا وبعد نهاية الموسم بيأتي التقييم ثم بعد التقييم بتأتي القرارات إذن بيبو معاك يا كولر للنهاية الموسم على الأقل ونشوف بعدها إيه اللي هيحصل أدي أول نقطة النقطة الثانية تعالوا نشوفها مع بعض كانت بتقول إنه لجنة التخطيط أقرت الموافقة على إعارة السنائي أليو ديانج للخلود السعودي وكريستو لصفوف السفاقسي التونسي هقف هنا وأشرح لك اللاعب كريستو اللي لم يحظى بدقائق كثيرة مع الأهلي منذ انضمامه تحت السن وهيكون فوق السن وبالتالي جاله عرض من الرجاء الأهلي شاف أنه مناسب اللاعب عايز يرجع تونس فالصفاقسي أنسب وبالتالي الأهلي موافق على عرض السفاقسي التونسي طيب أليو ديانج مش عارف أنا كنت من اللي قاله الرقم ولا ما قلتش الرقم بس الله أعلم يعني سهل من السرش يعني صفقة انتقال أليو ديانج إلى الخلود السعودي اللي لا ينقصها الآن سوى إجراء الكشف الطبي للنادي الخلود مع اللاعب تمت أولا على سبيل الإعارة فقط مش الإعارة بنية البيع ليه؟ لأنه الرقم اللي طلبوا الأهلي من الخلود إذا أراد تحويل الإعارة إلى شراء شاف نادي الخلود اللي هو ما عندوش خزينة كبيرة أنه الرقم كبير فقلصة القصة بإعارة فقط مش بنية البيع رقم اتنين في هذا الأمر أنه الرقم اللي دفع من جانب الخلود السعودي للأهلي هو فقط تلتمية وخمسين ألف دولار ده الرقم المتفق عليه هل في حوافز بونس أي حاجة؟ معلومتنا أنه لا لأنه كان في بعض الأرقام تقالت أنه ضعف الرقم ده ستتمية ألف دولار ما نعلمه بل وما اطلعنا عليه هو أنه رقم تلتمية وخمسين ألف دولار قيمة الإعارة لمدة موسم واحد فقط لأليو ديانج إلى الخلود السعودي هل هيستنى لماتش بيرامدز الثاني؟ ده الاتفاق ده الاتفاق ما بين الناديين لكن في محاولات لإقناع الأهلي بأن أليو ديانج يمشي دلوقتي ويروح على المملكة العربية السعودية وإن كان أكيد كولر اللي أشرك اللاعب وظهر بمستوى جيد رغم أنه بيدلوش دقيق كتير قدام بيرامدز ممكن يكمل للمباراة المقبلة قبل أن يسافر آمري